اشتركوا في القناة 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 عندي هون هاد الكريم مع باكت عشان نشيل الجريف البيتراتيام في آخر جزء من سيديمنتيشن تبعات الجريف شامبر. هاد الهوبر وهو فاضي محل ما بجمع فيه الجريف. بيكون دائما في آخر القناة. طبعا بعدها منجمع هاد الجريف بيتعصر. منرجع الماء على السيستم والباكو مودي على لودينج ستيشن عشان نحمله في سيارات الميات ويوديه على مكبين فيه هاد. الثيوري انا يعني افطرد حسب الخطة انكم ما اخدين السيديمنتيشن ثيوري الفصل الماضي في هندسة بيئية واحد. في السيديمنتيشن ثيوري اخدتوا اربع انواع على السيديمنتيشن طايب 1, 2, 3 and 4. وطايب 1 كان اسمه دسكريت بارتكيل سيديمنتيشن. وهذا دسكريت بارتكيل سيديمنتيشن اني انا بافطرضها انه كل بارتكيل تصرف تقريبا لوحده اثناء عملية الهبوط بنسميه احيانا بالفيزيا بسموه الفريفولينج بارتكيل بمعنى اخر انه كل بارتكيل ما بيأثر على الثاني وهذا الاسمبشن يصلح للبارتكيل اللي حجمها كبير وفي عنا قانون نيوتون اللي هو للبارتكيل المفروض انكم اخدتوه في بيأ واحد لكن رح نرجع نعيدو في الشابتر اللاحي كله شابتر السيديمنتيشن وكيف احنا اشتقنا سيتلينج برس بتساوي 4G في رو اس ناقص روم بمضروبه في الدياميتر على 3cd في رو كله تحت السكوير روت تحت الجدر وهذا القانون يشتق عن طريق انه مناخد عنا free falling body بارتكيل غالبا شكله سفيريكل ومنطبق عليه التلات كوبة الموجودة اللي بيأثروا عليه الثلاثة الفورسز بنعملهم سيما اف بتساوي صفر لانه قانون نيوتون بيحكي عندي انه مجموع الفورسز على اي بادي بتساوي صفر في حالتين في حالة السكون او في حالة انه بتحرك بسرعة ثابتة فبالحالي هاي السيجما فورسز بتساوي الماس في الاكسليريشن فالاكسليريشن بساوي صفر في حالتين زي ما حكينا اذا الفي بتساوي صفر او اذا الفي كونستان فبالتالي السيجما فورسز بتساوي صفر من الساوي ثلاثة كوة اللي حكيت عنه مقبل شوي الدراج والبوينسي والويت وبيطلع عندي هادا قانون ال-VS ال-Free Falling Buddies أو بارتكيلز لما بتجمعوا عندي البارتكيلز في قاعد القناة أو في قاعد الخزان Great Chamber أو Segmentation Tank ببلش عندي اشي منسميه ل-Scoring بمعنى اني انا كيف اقيم هادا المواد بخلي الماي من طريق ال-Momentum تبعها ال-Mass مع الفيروس للماء بتحرك لي هادا البارتكيلز بيجي عندي هادا القانون اللي هو قانون ال-Scoring Velocity وهو جاي من ال-Experimental في عنا زي ما انتو شايفين ال-Scoring Velocity تساوي عندي 8 في بيتا بيتا هادا دي من شلس كونستانت بو اس ناقص روه في جي دي دي وداميتها للبارتكيل على ألف F وF اللي عنا هون هو الدارسي وايسباخ Friction Factor قيام بيتا تتراوح بين 0.04 ل0.06 والفريكشن فاكتور من 0.02 ل0.03 احيانا كتير بالدزاعي بناخد البيت علينا 0.05 والف على انها 0.025 اذا ما كان عندي معلومات طفرية دقيقة عنهم ناخدهم يعني بالقيام ال-Average هلا عندي هون تصميمي الأساسي بيعتمد عندي على ايش مسميه Overflow Rate اذا انتم متذكرينها من بيئة واحد متذكرين مش متذكرينها راح نشتقها لشابتر القادم انو تصميمي الـ Flow Over Surface Area الـ Flow Over Surface Area والـ Settling Velocity هي الفرسل بارتكلة طبعا الفرق بين الـ Inner Particles والـ Gray والـ Organic Particles اللي هم عندي بذكرين هون عندي هون وعندي هون الـ Organic Particles الفرق بين هم اللي هو Specific Graphic زي ما شفنا سابقا في عنا in general four types of Great Removal Systems في عنا Horizontal Flow Great Chambers في عنا ايش مسميه The Treatise Tank في عنا Arated Great Chambers وفي عنا Vortex Flow Great Chambers الHresontal Flow Great Chambers او منسميه احيان Velocity Controlled Great Channel هو typically زي Sedimentation تاني عبارة عن خزان غالبا شكله Rectangular الطول فيه اكثر من العرض والدب تدخل عندي الماء بتبلش الـ Particles ترصب by gravity وفي عندي نظام عشان هاي اما الـ Particles هاي بجمعها في قاع القناة زي ما انتو شايفين بالشكل عندي هون هاي انا بحرك بالماوس اما بجمع الـ Particles في قاع القناة في هوبو المنطقة هاي اللي هون او اني بستخدم نظام التنظيف اللي هم البولز اللي عندي عشان تنظيف هاي القناة هادي هادي تقريبا 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 للإنرت بارتيكل او لجريت بارتيكل واكتر من سكورينج فيلوسيتي للأرغانيك بارتيكل لكنها بالأفراج ممكن تكون حوالين الـ 0.3 متر بار ساكن مش مية في المية ممكن تكون أقلة واكتر حسب المواد اللي بتمر من المنخل 65 متر تقريبا 1.4 متر بار منتر لكن برضو ممكن نحن نحسب الـ 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 بنتج عندي حوالي إلى 40 في الميليا للماكسيم ووتر دفت هذا يعتبر هيوج هيتلوس يعتبر على الاشي بنسميه الهيدروليك بروفايل في محطات التنقية كيف الوحدات تترتب بعدها بحيث أنه الميت ظلها ماشي باي رابط ولي قريب تنظيف manual or mechanical يعني ممكن تنظيف manual or mechanical عن طريق البقت زي ما شوفنا قبل شوي bucket and bucket أو عن طريق اللي هم flight and chains with bullet في عنا هلها تلت أنواع تاني أشهر شوي من النوع الأولاني في عنا the treatise tank detritus tank اللي هو عبارة عن sedipation tank لكنه أسرع بمعنى الزمان نعمله أقل لأنه نعمل فيه ميلان واضح هدا mechanical equipment نشره مشترى بالعادي وبيكون داخله في عنا مجموعة من الويرت مجموعة من الحواجز بحيث أنه تعملي إعاقة لهذه المواد اسمها grit وبنظيف عن طريق الجهاز هدا اللي شايف عليها الجزء هدا اللي هم هدا الشريح تابعة تريتا في عنا نوع أشهر منه منسمي A-rated grit chamber و A-rated grit chamber أني أنا بستعين بالهواء لتسريع عملية ال-removal للمواد اللي أسمها grit عن طريق أني أشكل أضخ خوة من تحت زي ما إحنا هون شايفين بالمنطقة أنا بأشر أضخ خوة من هون عطول القناة مش من جهة واحدة عطول القناة في عندي نوزلز بضخ الهواء فهذا بأدي إلى تشكيل دوامات هوا داخل الماء فبسرع لأنه هاي المواد تنزل بنفس الوقت بشلي هاي المواد بعملي small scoring لمنطقة اللي اسم فيها الهوبر وهذا بطلع ال-grit عندي من هون فالعملية أني أنا بضخ هوا عشان أعمل دوامات وأشيل أسرع هبوط المواد اللي وبعدين أشيل هلتاحت هبرا واحد الشغل الثاني كمان وجود الهواء في الماء بخليه هون فيه طبقة طافية مواد بنسميها scum scum اللي هي المواد الزيتية اللي موجودة في الماء زي الدهون ومخلط الزيت الطبيق وخلافه تيجي عندي على السطح فيمكان أشيلها برضو عن طريق إشي بنسميه القشط أو scum بعملها قشط عن سطح الماء فمن هيك أنا بتكون خلصت من أكتر من شغلي بهاي المرحلة طبعا هاي المرحلة ممكن تكون دول شو عن دول إن كون عندي قناتين مع بعض مفصولين بحاجز أنا كون واحد شغال لحالة بسمي قناتين الآن في عندي موجود دزاين كريتيريا كامل للإريات الغريت شامبر هل بالعالم الأغلب باستخدم الغريت الغريت شامبر زي ما إحنا شايفين عندي هون بتدخل الإنلت بهذا الشكل من هاي المرحلة بتدخل عند الماي الآن بكون في عندي بالقناة على طول هاي الفتحات من تحت هاي الفتحات اللي هون وبضخ عندي هواة بتعمل دوامات بالداخل فبتخلي لي جريت يرصب بسرعة وبالتالي ينتهي في القناة اللي أنا منطممها عشان أشهر لجريت الآن أنا بإمكان أخلي لجريت تحرك في هاي القناة بكل سهولة عن طريق إما في عندي ميلان في أرضية لجريت شامبر أو إني بتحكم في كمية الهواة اللي أنا بضخ فبالتالي كل ما كانت كمية الهواة في البداية أكتر وبعدين تتنواقص فهذا الحكي بصير يؤدي من ميل هدا اللي عندي هون بصير يتحرك لحد ما يوصل للنهاية وبعد أنا أسحب من هون هدا شكل شغال زي ما أنتم شايفين في عندي الهواء لأنه في عندي ضخ هواة تحت دايما في عندي هون هدا اللي هو بنسميه بفل طبعا النوزلز بتكون موجودة من تحت من هون عشان هيك الهواء قاعد بنضخ بهذا الشكل هدا أمشي أنا مع الهواء بنضخ من هون بطلع الهواء بهذا الشكل هيك بهذا الشكل تطلع عندي فوق هون وبرد ينزل خلي مواد ترصب أكتر زي ما أنا شايفين هاي غريت شامبر بس تطلع الصور عندكم هدا غريت شامبر تاني وفي عنا مجموعة من النوزلز موجودة هاي الجهتين two channels زي ما نش شايفين في عندي هون هاد البيب الرئيس بروخ هوا وزي ما حكينا أنا بإمكاني أتحكم في كمية الهواء اللي أنا بضخها عن طريق تحكم في هاد الفالز اللي عندي هون عبارة هادا 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 هو عبارة عن بايب شايفينه هون عبارة عن بايب مغمور شوية في الماء ماء يبنقوا عن ماء للخارج كل المواد العضوية اللي هي زي الزيوت والدهون اللي تجمعت على سطح الماء تطلع فيه وبقدر أنكلها لخارج الجريت تشامبر طبعا بتعامل بعدين لتر اون معها طريقة مختلفة عملت هذا السيستم هاي المواد قابلة للتعفن بسرعة عشان هيك يتم معالجتها كيميائيا بحكي عن الزيوت والدهون بيضاف عليها مواد كيميائية أغلبها إما زي مواد الكلور عشان توقيف تعفنها وبعدين منحطها في الحاويات وننقلها عم كبنة فيها لانه إذا جمعناها في المحطة لفترة طويلة بتاعت تعمل روائح عالي جدا فعنا آخر نوع اللي اسمه الاندوز بورتكس أو من سميل بورتكس اللي هو بمبدأ عمله باعتمد على الطرد المركز خلينا نفرجكم إياه بجوز يكون أوضح بهذا الشكل ثلاثة الأبعاد خليه بطلع عندكم بدخل عندي الفلو من الجنب بدخل عندي الفلو من الجنب من هون طبعا زي ما تشافين داخل الفلو نسميه بريفرانشل داخل من زاوية مش داخل من نص من الزاوية طبعا لما يكون جايل من هون ومعاهد معاهد بصير يعمل دوران طبيعي اللي ممكن أنا أساعده هذا الدوران بشكل ميكانيكل تكون في عنديه متر مع فراشات أساعد عملية الدوران إذا ما تحكمتش فيها أو صممتها بالكاملة تكون عن طريق الجرافتي فعمل دوران هاي بتعمل عندي مباشرة كلاسيفيكيشن بين الصوليدز الصوليدز الأتقل تنزل لتحت والباقي بظل موجود في المي هون بتطلع عندي المي من الطرف من هاد الشكل هاي منسميها الفورتيكس عندي مجموعة من الأدفانتجز والدس أدفانتجز للغريت تشامبر مش راح سوري للفورتيكس غريت تشامبر مش راح أمشي عليهم واحدة بوحدة وبنيجي على تصميم الإيريات غريت تشامبر لكن أنا حابب قبل تصميم الإيريات غريت تشامبر نطبق تصميم على sedimentation basin of great chamber أو اللي نسميها horizontal velocity great chamber بدي بداية أسأل إذا في حدا عنده سؤال لغاية الآن راح عمل أنا mute all إذا في حدا عنده سؤال يسأل دكتور بتسأل لكريت هل يتم معالجاتها كبير أكثر لما كبير نافيات ولا لا هلأ باعتمد باعتمد انت شو لغريت لطالع عندك إذا مادة ممكن تتعفن وتعمل روائح بضيفوا عليها مواد كيموية بيكون في عندي إش بسموها chemical treatment of the great خزان هيك صغير في المحطة وبحطوا عليها مواد كيموية عشان توقيف أي عمل يستحلل وبعدها بنكلها على مكب النفايات إذا بتنكل يوميا عميكب النفايات أغلب المحطات في بلادنا ما منعالج لغريت شامبر ما منعالج لغريت ماتيريال سوريا قبلنا بنكله حطوها بحاوية بيون كل يوم أو يومين لما تكب النفايات حسنا 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 دكتور هل هذه العملية هل بالأصل البرتكلز بتراكم من تحت ولا على السطح وبشيلهم لا بتراكم من تحت اللي بتراكم من فوكس زيوت والدهون اللي بتراكم من تحت هن هن هدو اللي بتراكم من تحت اللي برد ما يسميها القريت اللي هن مواد زي الرمل يعني ترى بالعين المجردي آآ دكتور دي أسأل هلأ حركة الهوى بالماء بش ممكن تخلي القريت يعلق فيها ما ينزل تحت مرة كان عيد السؤال لما الهوى يدخل على الماء ويعمل زي ما قلت لنا زي دوامات مش ممكن ما تخلي اللي تنزل تحضلها مع القبل الماء صعب لسوابه واحد انه هاي المواد تقيلي هاي المواد تقيلي فصعب انها تحرك في هذا الشكل فدائما بترسب بسرعة طيب هلا انتو دائما تتذكروا السؤال اللي احنا بلشنا نحل فيه صممنا له lift station اخترنا له بارش بفلوم وكمان صممنا ايش كمان بار راكس مشيك اللي هما الكورس screen اذا بتذكروا كمان الفلو اللي كان عندي الان بدي اقول انا السؤال design هلا هاي المسميات كلها واردي velocity controlled او horizontal horizontal red chamber for water blue اللي هو تكمل السؤال السابق الان given ما يلي اذا بترجعوا للسؤال السابق راح تلاحظوا عندي اذا اذا بنرجع للسؤال السابق راح تلاحظوا عندي انو الفلو كان البيك او الماكس 1.2 كيوبيك ميتر per second سابق سابق الرقم عشان تعرف تكرؤ 1.2 كيوبيك ميتر per second هلا طبعا بدي اصمم انا تصميم conservative معنى كلمة conservative اني انا بدي اشوف اسوأ الحالات اللي عندي وصمم عليها هلا بدي اخذ الوث للقناة الوث الها same as الوث لسكرين ولمدخل اللي هو البارش الفلوم اللي هو كان عندي 1.6 متر الspecific gravity اللي بدي اختارها في التصميم ال conservative للgrit بدي اخذ اصغر range اللي هو 1.5 والorganic 1.02 تمام اهم من هدا كله اهم من هدا الحكي كله اذا بتذكروا انه الفاين سكرين الفاين سكرين بأصغر range بالفاين سكرين 1 مليمتر يعني انا ممكن احصل على مواد اكتر من 1 مليمتر من بعد الفاين سكرين لكن انا بعمل conservative فبدي اقول take average diameter ل particles of particles اللي هما اللي grid بكسود فيه هيكا اللي هو بالحال هيدي بساوي عندي 1 ملي متر وبتنا نختار قيم البتا والف زي ما هموصة عندي في زي ما شفنا بال السلايدي كانت قيمة بيتا 0.05 وف بيتا 0.05 وف كانت عندي 1.02 عشان حساب the scoring velocity الان في الحالة هادي التصميم سهل جدا اذا انا اخترت قيمي الان بدي اعمل انا choose or select ملي الhorizontal velocity انا بحب اسميها U U هي الhorizontal velocity للمي بدي اخدها 0.25 meter per second وبدي اخد retention time زي ما هو كان معطوط عندي 60 seconds هلا انا عملت selection لال U كان معطويا اذا شفتوا كان معطويا عندي 0.3 meter per second لكن هادي لازم تكون اقل scoring velocity للgrid واعلم the scoring velocity للorganic عشان نتأكد خليها نحسب the scoring velocity للgrid ولل organics لان the scoring velocity v score بتساوي عندي 8 في beta في rho s ناقص rho في g في d الالف في f كل هاد حتى الجدر ان حسبنا v score للgrid اللي هم لهم specific gravity واحد ونص يعني معنى اخر انه الرؤس 1500 بتطلع عندي v score للgrid 0.28 meter per second والv score للorganic بتساوي عندي 0.056 لانا استخدمت two significant figures بقول 0.06 meter per second ادن السيليكشن تبعي لل u الhorizontal velocity 0.25 meter per second اوكي او بي انا بيمكن ما عملش selection بحس بالتنتين وبدى اختار قيمة اقل شوية من v scoring لل great ولازم تكون اعلى من v scoring لل organic الورجانيك الان في عندي شرط انو لازم يكون هادي الhorizontal sorry the settling velocity زي ما شفنا اكبر او تساوي من ايش حدا متذكر من ايش اسمه overflow rate لكن اذا انتو هللا مش متذكرين الoverflow rate شو هو راح اترك له بعد الدزاين بشكل سهل جدا الvolume للgrit chamber بساوي عندي الflow 50 ف 1.2 ضرب 60 هادي متبك عبر second هادا 60 second فبطلع عندي الvolume بساوي 72 متر مكان الان الcross sectional area لمدخل الgrid chamber بالبداية ايش بتساوي في الحال هادي عندي الq على u 1.2 على 0.28 او 3.5 تساوي عندي 4.8 square meter صار عندي موجودة فهلا انا عندي sedimentation tank شكل تقريبا زي هيك هاي area cross طبعت وضع volume طبعو تنهي cross sectional area اللي انا قاعد ضو لده لان الw اختر 1.6 meter زي ما هي w spring ولا partial flume ببعنا احنا نفس القناة مستمرة تقريبا او بإمكاننا نختارها رقم تاني اذا انتم يذكرين ممكن البارش الفلوم اذا اجا قبل جريت شامبر وهو دائما قبل جريت شامبر بدنا نشوف شو ما اخرج جريت شامبر بدي ارجع ل table تبع البارش الفلوم طبعا عشان احكي لكم انتو احرار باللي انتو تختارو يعني انت انت الديزاينر فبالتالي انت اللي بتختار حسب وجهة نظرة لان هلا بيجي عندكم هاي عندي البارش الفلوم عندي المخرج من البارش الفلوم C اذا بدي اكمل بنفس هذا العرض عندي كانت C بتساوي عندي على 0.91 اللي هو الوث للثروت C كانت بتساوي عندي 1.22 متر زي ما انتو شايفين هون لكن كل البارش الفلوم زي ما انتو شايفين ممكن احنا عندنا بتكمل شوي بزيادة عندي هون هاد بزيادة فك عشان اريع نفس العرض بعتمد عليكم كله انا اخترت نفس 1.6 متر ماشي يعني راح يرجع هاد هون يتزيد شوي صغير لحد ما ترجع قناة عندي 1.6 متر انتو احرار تقدر تعمل كمان 2 متر الارقام عندك مش مزبوطين شايفون انتو مش مزبوطين بإمكانك ترجع ايش التاني بدي ارجع انا للسؤال حكينا في عنا حسبنا الـ construction area for 4.8 square meter اذا الـ W عندي 1.6 زي ما انا خدت فالـ depth بتكون عندي 4.8 على 1.6 3 متر وهذا اشي منطقي انا كلما كان depth عندي اكتر من width بيكون احسن لاني انا بعض فرصة لل particle ترصب بشكل افتون بظلي عندي اللي هو length في الحال هاي بيساوي عندي volume على the cross sectional area وبيساوي عندي 15 متر فهذا ك sedimentation tank 15 متر بيكون في عندي length للخزان تمام هلا هيك انا صممته في كل ابعاده لما بتنفق هاي عندي هون مدخل الماء بيكون من هاد الشكل اخدنا العمق طبعه 3 متر العرض طبعه 1.6 حجمه كله وطوله كله زي ما شفنا 15 متر طبعه كل دائم انشنز هادي في المتر في المتر لا من نفده من نفده يخلي معاه ميلان بالأرضية وفي آخر منطقة هون بنعمل مسميه الهوبر بتتجمع في مواد لقرت scoring velocity بتصير عندي في أرضية هون تحكمت فيها عن طريق المعطيات تعود الديزاين اللي عندي بصير لقرت تتجمع عندي هون وهاي بمكننا أخلص منها عن طريق بام في الحال اللي هاي سكرو بام اللي مسميها سلج سكرو بام أو بارتيكل سكرو بام تقوليها لبرة أو زي ما شفنا اللي هو الكرين آند باكيت بس يصير الجمع مواد بنزل الباكيت هدا بش اللي هاي المواد من هون بوقف شوي فوق الماء عشان سطح الماء عشان الماء ينزل مرة تاني على ويتصفة ونشيله ونحطه في حاوية نفايات أو نستخدم نظام البكرات والشينز ومسميهم والفلايت زي ما شفنا ورح نرجع ناخدهم في الزيمن تيشن باسم الآن ضل عندي ضل عندي شرط واحد اللي هو متذكرينه إشي منسمي الأوفر الفلاوريت والأوفر الفلاوريت اللي هو بيساوي كيو على السيرفيس أريا المعنى آخر هو بيساوي 1.2 تقسيم 15 طرب 1.6 ستطلع وحدث عندي متر مكعب بير ساكن فالأوفر الفلاوريت بيساوي عندي 0.05 وهذا الأوفر الفلاوريت يجب أن يكون أقل أو يساوي اللي هو السيكلينج فيلوسيتي تمام؟ السيكلينج فيلوسيتي بتساوي عندي 4G رو S ناقص رو في D على 3 C D في رو قبل ما أكمل حكي بدي أسأل اللي موجودين متذكرين وهذا القانون New On Settling Velocity أخذته أخذته في Settlementation أخذنا تمام هلا بس أنا عشان أذكركم هذا CD منسميه Drag Coefficient CD بساوي Drag Coefficient اسمه Drag Coefficient أو اسمه Newton Drag Coefficient وإلو عزة قيم باعتمد إذا كان Laminar ولا Transition أو Turbulent Flow داخل Channels فباعتمد على حساب إشي منسميه Renold Number الآن Renold Number أنتو خطونا البايت لما البارتكلز هو بساوي VS Settling Particle VS في الD فيرو ممكن نقول فيرو للماء على الفيسكاسي على الفيسكاسي حسب قيمة R بيطلع عندي إذا كان عندي Laminar أو Continuous Sorry Laminar أو Transitional أو Turbulent ومنرجع في الحالي هادي بنحسب Settling Velocity اللي تطلع عندي طيب هلا أنا بدي أعطيكم Homework أعطيكم اشتركوا في القناة 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 نحن فقط ديزاين كريتيريا للإرياتي بريد شامبر لكن هذولا محدودين بالشكل اللي احنا شايفينه على الشاشة ترجمة نانسي قنقر 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 بحسابات البرتكل ديامي وطلع عنده اللينكت للوث السيغريتة دان سبعة ونوص اندلز دان 27.5 الفوليوم 215.83 كم الفوليوم هنطلع عندنا بالسؤال ما حدا بتذكر أبعى ففيه اختلافات مهولة جدا بين الجهتين الفوليوم طلع عندنا 72 الاربعة 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 ففيه اختلاف كبير بالقيام بين الاربعة لكن اغلب الناس صار ده الايام متفضل اللي هو الاريه هدي great chamber regardless انه الرقم التاني بيطلع عنده اصغر انه more efficient الان في عنا flow equalization اللي ممكن احنا نحطه بعد grid chamber وبعد lift station في عدة حالات طالع عندكم screen بس اتأكدولي بدي احكي لكم شغلي اول شي ال flow equalization مش مطلوب منكم design تبعه في هذا المساق هذا واحد مطلوب منكم تعرفوا انه ممكن نستخدمه ووين ممكن نستخدمه وليش بنستخدمه اللي منجاب على هاي الاسئلة هو يفضل في امريكا على بقية دول العالم الامريكان بفضلوا flow equalization لانه variation بالflow بين ساعات اليوم الواحد عالة جدا بمعنى بساعات ال peak ممكن تكون ال flow 4 ل 5 اضعاف ال average وفي الحال هاي ساعات المينموم تقريبا الربع واكتر شوي من اقل من من ال average فبالتالي ال variation عالة جدا فبالحالة هاي ال variation في الفلو بأثر على اداء الوحدات اللي بتعتمد على ال microorganisms ربك عامل حوض تعمل عندك biological operation فبالتالي الم microorganisms اللي عايشي مره بتشوف flow T مره flow قليلا فرح تتأثر بتغير عندي retention time فبالحالة هاي باستخدمهم ال flow equalization عشان يحلوا هاي المشكلة لانه احنا ال flow لما كل flow عندي عالي كتير بصير هاد الخزان اللي هو flow equalizer يعلى المواي فيه ولما كون ال flow قليل ببلش ينزل انا بسحب الماء من هاد الخزان عن طريق مضخة ال flow rate تبعها تقريبا ثابت باعتمدوا عن هو على ال head لكنه ضمن range ثابت فبالتالي كل الوحدات بتشتغل في الحالة عال average flow اللي بيجي للمحطة اللي ال principle application لل dry weather flows أو wet weather flows لما يكون انا عندي wet weather flow بمعنى انه انا مياه الامطار كلها او جزء منها مصرفها على محطة التنقية فبالتالي في فصل الشتاء راح يكون في بلادنا راحنا فصل الشتاء وموسم الامطار راح يزيد عندي ال flow مما يؤدي للمشاكل هاي فممكن انا استخدم flow equalization وطبعا لما يكون في عندي combined sewer زي نابلس مثلا في عندنا منطقة البلد القديمة combined sewer عشان هيك نابلس فيها لكن مش flow equalization فلنسميه storm tank storm tank نجمع المي اللي جاي معها المطر في خزان موضوع عن منطقة دير شرف عشاس انه مية المطر الزيادة تحكم فيها تدخو على المحطة شوي شوي والزيادة كتير بكبها بالواد بتعمل enhancement لبيولوجي لانه أنا بخمد التغيرات في قيم البي او دي والسبند solids اللي تدخل على المحطة ومور stable بي اتش بنعمل improvement للي في الحال هاي طبعا اي اشي تاني بيستخدمه كpost treatment زي filtration فبعمل reduction لل surface area requirements اللي أخدته في البيئة واحد الفي لانه قيمة جزء من solids في هاد الخزان وكمان عملت الflow constant وطبعا بعمل improvement للكمical feed لأي اشي chemical أنا بعملها dozing في المحطة رح نحكي عنهم بليتر ومنها دون طبعا attractive option for upgrading performance of overloaded treatment plants اذا كان عندي overloaded treatment plants بمعنى انا بطلق قادر على القيام حسن لانتش تغير في قيام الBOD فهي بتعمل زي treatment step مبدأي بتخفض القيام الBOD الداخل على المحطة لانه بتوقع فترة وبنعمل اشي بنسمي irradiation لانه الموضوع متشابك كتير مع تقنيات تانية احنا لسه ما درسناها فأنا بس بحكي لكم انه بعتمد على mass balance او زي هي بتشبه الووتر budget اخدوها او الhydrologic budget اخدوها في الhydrologي او رح تاخدوها في الhydrologي اللي هو simply mass balance accumulation بساوي الفرق بين ال and and out and flow rate وانا بحاول اوصل لvolume بحيث يستوع عندي كمية المي من الساعات الزيادة لحد البيك ومن الساعات ببلش انزل فيها زي ما حكيت لكم مش مطلوب منكم فاصميموا لكن المين location في عنا نوعين في عنا اشي منسمي inline واشي منسمي offline ال inline اللي هو بتكون جزء اساسي من treatment plan اي اي انا قعد بالماوس باشتركهم شايفين عندي screen great equalization basin عندي مضخات flow meter اجا بعديهم وكملت treatment or offline اللي هو بيكون عندي بس تخدمه فقط عندي الحاجة وهذا الحاجة اللي هعلاقة بكميات مياه الامطار اللي تدخل عندي على المحطة اذا كنت انا سامة مياه الامطار او دخلت غصبة عندي او احيانا اثناء الحوادث لما مثلا اعسبي مثال اعطيكم مثال ان صار انه مثلا ناكلت بترول تلبت في الشارع تسربت كميات كبيرة من البترول وصلت لعند وصلت لمياه الصرف الصحي مشيت لعند المحطة مثلا ما احنا لا تدخل على المحطة احتمال التعمال تخرب لكل شغل المحطة وطلع للمحطة لمدة شهر لص يعني فانا بكون عامل خزان احتياجات في الحال هذه مش شرط يكون خزان مبدأ خزان من الاسمنت رينفورس كونكريت ومجهز ممكن يكون عبارة عن بركي جنب المحطة فبطلع كل فلو على هاي البركي بحاول اعمل التريتمان لهاي الماء بعدين ارجعها شوي شوي ل المحطة وهذا اللي بدي اياه منكم لغاية اليوم اذا حد عنده اي سؤال فضل يسأل دكتور بس بدي أسأل شغل على السؤال اللي حلينا اه تفضل يسأل بس بنفع نرجع للسؤال اه بنرجع مش مش كلي تمام بدي السؤال عندك اه لما طلع على عدد البومس اه بعدها طلعنا بالأفرج كم واحدة تشتغل للسؤال اللي بعده اه هي هون طلع الكبس تاعته دكتور 52% طب هو اقل الكبس تاعته 60% يعني لو طلعت اكتر من 60% بحكي انه لازم اشغل كم واحدة غزب طلع غزب هلا طلع هلا احنا المساكات مساك ديزاين الفكرة بالديزاين مش بس واحدة وثنتين وثلاثة تمام لكن اذا منعمل كنزرة وديزاين وانحنا عنا الايكونومي جزء اساسي من الديزاين فانا بحاول اني بس اوصل للاشي اللي يخدمني بدون ما انا ادفع مصارب زيادة هلا في قاعدة عامة بالعادي انه كل مضخة بنضافلها واحد ثنتين بنضافلها واحد ماشي لحد ثلاثة ثلاثة من واحد لثلاثة منضيف واحد هلا اكتر من هيك من اربعة لستة من اربعة لسبعة منضيف اثنين اكتر من هيك منضيف ثلاثة تمام دكتور اوكي مسألة ماذا حدا عنده ايسوال تاني دكتور ديسة لكن بدك تظل لك معتمد على هم مركات اه مش انه سبعين بالمية فاين هلا احنا بنعمل بنعمل هم مركز دول عشرين في المية ثلاثين في المية بنعملهم على العمل المشروع حشرة في المية على سي وركات خمسة في المية على اختيار موقع المحطة خمستاش في المية على تصميم المحطة وخمسة في المية فاين اه اه هيك احسن يعني تصوروا عند الفاين انتم مرتاحين تمام 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 ماشي دار اطلقكم تمام بعمل بنهي الاجتماع ماشي ان شاء الله حدا عنده اي سؤال ماشي يعطيكم العالم السلام عليكم اشتركوا في القناة